على مدر 30 يوم في شهر رمضان الكريم والوجبة الدرامية والمسلسلات الرمضانية كان فيه نصيب مهم جداً للأطفال الأطفال والكبار كمان استمتعوا بوجبة كرتونية مثالية مسلسل نورة عمل إبداعي متميز وصل رسائل مهمة للأطفال عن مكانة المرأة المصرية في المجتمع صنع كده حالة من حالات الوعي عند أولادنا وبناتنا وأضاف لدراما رمضان الشكل المطلوب اللي يليق باسم مصر في صناعة الكرتون والأنيميشن بالفعل احنا شفنا تقدم كبير قوي في مسلسلات الأنيميشن السندي لكن خلونا نتكلم بالتفصيل عن كواليس صناعة مسلسل نورة مع ضفنا اللي موجود معنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ عامر صلاح مخرج المسلسل صباح الفل عليك وكل سنة وانت طيب وألف مبروك صباح الخير يا فندي صباح الخير صوصة محمد صباح الخير صوصة محمد كل سنة طيب يعني ألف مبروك وحضرتك طيب يعني مبروك على النجاح الكبير اللي حققه المسلسل ويمكن انت دايما كنت بتقول ان مسلسل نورة تجربته مختلفة ومليان بتحديات لكل فريق العمل كلمنا عن شكل التحدي ده وكنواصل لحد فين والله يا فندي التحدي بتاع مسلسل نورة ان كان قبايا كبيرة شوية على المسلسلات العادية بمقدامها التلفزيون المصري فكان مني في قوم المرأة مهتم بقبايا معينة للفن ده للبنات في السنة بقى وكان عندهم تصور معينة فكان بنسبلنا قضية كبيرة ان احنا نحاول نوصل لوجهة النظر دي بشكل جميل يعجب الأطفال ويهتموا انهم يتابعوه ويشوفوا بشكل كويس ثلاثين يتسمعوا من نورة القضايا دي ويحاولوا يتفاعلوا معه طبعا كان عندنا تحدي كبير في ظهر الهوية المصرية والمساكل الخاصة بمجتمعنا آآ فكان فيه اتصال بشكل كبير مع المجلس القوم المرأة آآ وشكلة المتحدة آآ في التفاصيل تفاصيل مهمة بالنسبة للهوية طبعا ده هدف عظيم آآ وتمت الشركة جدا المناقفزة في شكل بلومانك كانت معانا مهتمة بالنهاية قربة ده في شكل جميل وبانتاج حلو آآ يخلي الصورة اللي وصلت لحضراتك دي بشكل محترم هو الهدف حد ذاته عظيم جدا وانه احنا نعط نعمل حاجة حلوة للأطفال في مصر وانطور نعط لانيمشن بشكل مرغوظ طبعا يعني هو هدف عظيم طبعا في حد ذاته احنا محتاجين مسلسلات تربط أطفالنا من جديد بالهوية المصرية وبقضايا المجتمع المصري بشكل مباشر هاخد من كلامك آخر كلمة صناعة الصورة وصناعة شكل مبهر وجديد على الانيمشن أو صناعة الانيمشن في مصر لأ نورا عمل طفرة في الشكل والإبهار البصري للأطفال كلمنا عنه والله الشكل المبهر لحضرتك شفته ده هو كان مجهود كبير زي ما أقول لحضرتك عشان العضية نفسها كبيرة فكان لازم نهتم بشكل كبير بالشكل عشان تظهر بحجم العضية ده والأطفال يتفرجوا عليه ولازم نكون مختلفة فكان اهتموا في الانتاج الشركة المتحدة نمتدخل يعني في الانتاج على المسلسل ده بشكل كبير مع الشركة المنسفة بلومانك وكان فيه فريق كبير جدا عشان نوصل بالشكل الجميل ده في الوقت المزبوط وربنا ان شاء الله الحمد لله وفقنا يعني زي ما حداك شفت كذا الصورة أصلا مبهرة شوية العلوان جميلة شكل الكاركترات طيب خليني أكلمك عن الأضايا الكبيرة اللي حضرتك كلمت عنها الأضايا دي محتاجة طبعا اختيار لشخصيات عمل كبيرة كمان فزي تم اختيار هذه الشخصيات وإيه الإضافات اللي يمكن حطيتها كمخرج للمسلسل عشان الرسالة طبعا توصل بوضوح لأولادنا والله احنا كان فيه بيننا جلسات وبيننا وبين الأستاذ محمد عالي المؤلف وفايل عمل الأستاذ اسلام عبد الحكيم المشرف العام فنحنا فيه أضايا مهمة ما احنا بنسمي بها فاحتى الأضايا دي كان لها شكل للشخصيات يعني زواج القصيرات مثلا وغيره كان لازم بتشكل الشخصية وازاي بنقدمها أصل من نعملها خط درامي من الأول والازاي بنطاطف معاها والازاي بنعرف المشكلة دي ظهرت الزاي في وبنعالجها وأهلاها بيتعاملوا معاها ازاي كان فيه محاولة كتيرة بشكل الشخصية تجارب كتير لشكل الشخصية عشان تظهر بالشكل المناسب لها ايه والحمد لله الحمد لله يا ربنا وفعنا بفريق عمل كبير في الارت وورك عشان نوصل لشكل كاركترات مناسب لكل شخصية لها شكل يعني لها مشاكلها ولها تجاربها فتلاقي بنت أصحابها البنت الضعيفة اللي فيها حد بيتزها أصحابها البنت اللي هلاء عاوزون يجهزوها هي صغيرة للبنت اللي شخصية قوية نورة شخصياتها قوية وازاي بتعابل تحدياتها وده شفناه في المسلسل طب أنا عايزة في الحركة سريعا كده يعني بعيني المخرج والفنان الناس كتير قوي يفتكروا إنه صناعة كارتون أو أنيميشن صناعة سهلة لكن فنيا الموضوع ليه مراحة كتيرة مختلفة وصعبة كمان وتحديدا الفريم أو الكادر اللي بيطلع في مسلسل أنيميشن ده بيحتاج جهد كبير قوي لا هي مراحة كبيرة جدا أكتر من الدراما العادية طبعا فيها أكتر من عشرين مرحلة بدون تفاصيل كتير من أول ما بنتخيل بيجينا السيناريو والسكريبت ونتخيل شكل الشقيات والمساطاتها وإزاي بنقدمها وإزاي علقاتهم ببعضهم وبعد كده بنرسم وبعد كده تحولها لشكل مجسم ده حلقة شكل وسريدي وإزاي بنحركها وإزاي بنختار والأصوات وإداء الأصوات طبعا وحتى المزيكة كنا بنحاول نتخليها لها طبع شارئي شوية ومصري فده مراحلة كتيرة في التحضير ومراحلة متخصصة يعني مش نراحة مش راحة قوي للجمهور بمسهلة شكرا في النهاية طبعا يعني خليني أقول المنتج النهائي كله كان نهاية ورائع وألف مبروك على نجاح العمل بنشكرك الأستاذ عامر صلاح مخرج مسلسل أنيميشن نورا شكرا